معيار اللي حنتكلم عنه وراح نشرح من خلاله أنماط الشخصيات والسلوكيات هو معيار الدسك دسك مكوّم من أربع أحرف رئيسية D, I في الجزء العلوي والجزء السفلي بيكون عندنا حرف C والS كل نمط من هذه الأنماط بيرمز إلى شخصية مختلفة تماما أغلب الأشخاص لما يعرفوا هذه الأنماط يبدأوا يقولوا أنا أية واحد فيهم هل أنا ال D؟ اللي أنا ما يعرفيش معنى أو أنا ال I أو ال C أو ال S تبدأ تحلل أنا فيهم في حقيقة الأمر أنت ما أنت واحد من هذه الأنماط ولا أنت واحد من هذه الأنماط أنت عبارة عن مزيج ما بين هذه الأربع الأنماط مزيج بتتفاوت النسب من شخص إلى آخر لما نجيب نتكلم عن الحرف الأول اللي هو D أو النمط الأول D هذه الشخصية تحب الإنجاز شخصية منجزة تبحث عن السيطرة لما تجي بتتكلم مع شخصية من هذا النوع لغتك حتكون مختلفة تماما لما تجي تتكلم مع شخصية من نمط ال I الشخصية المؤثرة اللي تحب الكلام في البعض بيطفش من الآخرين بيقولك ما شاء الله تبارك الله كلامه جدا كثير ما تسكت؟ ما عندك بريك؟ ما عندك فواصل إعلانية؟ أرحمنا وأسكت خمسة دقائق على بعض ما شاء الله كلمة ورا كلمة كلمة ورا كلمة نبرات الصوت بتختلف من شخصية إلى أخرى لما تجي تكلم شخص من نمط السي وهو الشخص المحلل هذا الإنسان بتختلف معه كل المفاهيم إياك ثم إياك إنك تعطي الصورة العامة لأنه يبحث عن أدقة تفاصيل حتى من ملابسهم من لغة جسدهم من نبرات صوتهم تقدر تميزهم بعد كده عندنا النمط ال S هذا الإنسان ثابت هادئ محبوب عند الآخرين لأنه يمتلك ميزة الآخرين يحسدوا عليها وهي ميزة الاستماع والإنصاط للآخرين مستمع من الدرجة الأولى منصط هادئ كلماته قليلة كلماته محسوبة ولذلك بيتفاوت أنماط البشر الجزء العلوي من هذه الرسمة أو هذا النموذج بيحاكي شخصيتين ال D وال I الشخصيتين هذه في بعض الصفات المشتركة ما بينهم بمعنى هذه الشخصيتين تبحث في المقام الأول عن الإنجاز يحب أنهم ينجزوا الأعمال وطيرتهم جدا مرتفعة ولكن يبدأ المهام بكل حماس يلا نسوي يلا نعمل يلا نفعل يلا ننجز قمة الحماس ولكن مع الوقت يطفشوا يكرهوا الروتين ما يحبوا الأشياء المكررة ولذلك نجد بعض الأبناء بيقول لك كل يوم هو نفس اليوم أبويا بيودين نفس اليوم أصحى أكل أشرب أروح المدرسة أرجع أكبر شوية هاروح الجامعة أرجع كل يوم نفس اليوم يكرهوا الروتين هذه الأنماط تبحث عن التحديات بعض السمات المشتركة ما بينهم في الجزء السفلي الوتيرة مختلفة تماما الوتيرة هادئة بيركزوا على أدقة تفاصيل نمط السي يبحث عن التفاصيل نمط الأس يبحث أنه هو يسمع الآخرين ليفهم الصورة المجملة أو الصورة الكلية يبحثوا عن أدقة تفاصيل هؤلاء الاثنين النمطين هذي بتلاقي طريقة التعامل معها مختلفة تماما عن النمطين الثلاثنين الأخرين لما نجي نأخذ نمط الأي ونمط الأس ونمط الدي ونمط السي في حقيقة الأمر نمط الدي والسي يركزوا على المهام ويهملوا الجانب الإنساني ولذلك إذا شفتي زوجك إنسان دائما مركز في الشغل في العمل يلا نسوي لغة كلها أوامر ما عرف إنه هو في الجزء ليسر بيركز دائما على المهام إذا لا حطي إنه زوجك ما شاء الله تبارك الله من الناس المتحدثين أو زوجتك من الناس المتحدثين اللبقين يحبوا الكلام يحبوا يستشهدوا قصص المجموعة دائما حولهم لأنهم من المتحدثين بارعين هؤلاء يركزوا دائما على العلاقات الإنسانية بمعنى أفترض أنه أنت موظف وصلت للعمل متأخر دخلت الشركة متأخر وكنت أحد الأشخاص من طراز ال-D أو ال-C إذا كنت متأخر وعندك مهام معلقة راح تجري على المكتب وما راح تسلم ولا على حد بينما إنسان من شخصية ال-I أو ال-S بمجرد ما إنه هو يدخل على المكتب كل همه يتطمن على الأحوال ويسأل ويتكلم ويحاور والعمل آخر همه بيركز دائما على العلاقات الإنسانية بعكس الآخرين بيركزوا على المهام هذه بعض الفروقات الرئيسية كل منهم له طريقة تحفيز مختلفة له مخاوف مختلفة كل نمط من هذه الأنماط له نقاط قوة مختلفة له نقاط ضعف كذلك مختلفة